والآن نتحول إلى أخبار الاقتصاد والتفاصيل مع ليلى عمر تفضلي ليلى شكراً إلهام شكراً هبة وننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة صلمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رخصتين ذهبيتين في قطاع إنتاج الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة بمدينة العاشر من رمضان ليصبح إجمالي عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 15 شركة وذكرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدولة تتجه لتحقيق زيادات ملحوظة في استقبال التدفقات لاستثمارية المباشرة خلال الفترة المقبلة بعد أن شهدت دعماً رئاسياً وحكومياً هائلاً للاستثمار عبر إقرار وثيقة ملكية الدولة وتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار موضحة أن زيادة الصادرات وتشغيل العمالة وتوطين تكنولوجيا صناعة الأجهزة المنزلية أهم مكاسب الاقتصاد المصري من الاستثمارات الجديدة قام رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين والوفد المرافق له بجولة تفاقدية بشركة ميديا لصناعات الأجهزة الكهربائية بمدينة كوانزو الصينية يأتي ذلك ضمن الجولة الترويجية لوفد الهيئة في جمهورية الصين وأكد رئيس الهيئة على الدعم الكامل الذي تقدمه المنطقة لشركة ميديا من خلال الحوافز الاستثمارية وتسريع وطيرة أي إجراءات لتتمكن من التصدير للأسواق الأوروبية والأفريقية والشرق الأوسط وأيضا دعم تصدير منتجاتها للسوق المحلي الذي يعد من الأسواق المستهلكة للأجهزة الكهربائية من تكيفات وغسالات للأطباق لهذه العلامة التجارية انتضبت أعمال توريد القمح لصوامع محافظة سوهاك حيث تمت زيادة الساعة التخزينية للأقماح بنتاق المحافظة وذلك بعد زيادة نسب توريد القمح المحلي هذا العام عن السنوات المقبلة عفوا السابقة حيث وصلت نسبة الملء في صوامع سوهاك حتى الآن إلى نحو 85% من الساعة التخزينية جهود كبيرة تبذلها الدولة لتوفير القمح الذي يعد المحصول الاستراتيجي والحيوي الأول في العالم ففي محافظة سوهاك انتظمت أعمال توريد القمح لصوامع المحافظة حيث تم زيادة الساعة التخزينية للأقماح بنتاق سوهاك بعد زيادة نسب توريد القمح المحلي هذا العام عن السنوات السابقة تم فتح شونة أولاد نصير التابعة لصومع أولاد نصير بساعة تخزينية 2400 طن وإحنا ولله الحمد في أقل من شهر تم ملء حوالي 85% من الساعة التخزينية لصومع السوهاك نسبة ملء الصوامع في سوهاك وصلت حتى الآن إلى ما يقرب من 85% من الساعة التخزينية مع تجهيز شوان بديل لاستقبال كل كميات محصول القمح المورد نظراً للإقبال الكثيف من الموردين والمزارعين على صومع أولاد نصير تم زيادة الساعة الاستعابية للصومع بفتح شونة أولاد نصير للاستلام الأقماح بساعة تخزينية 2400 طن والحمد لله الإنتاج مبشر ويزيد عن مسئلاته في الأعوام السابقة والأمور تمام وطيبة الحمد لله محافظة السوهاك أعلنت توريد ما يزيد عن 60 ألف طن من الأقماح إلى المواقع التخزينية من الشوان والصوامع حتى الآن والتي تبلغ 16 موقع تخزيني على مستوى المحافظة في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مع اقتراب المسؤولين الأمريكيين فيما يبدو من التواصل لاتفاق بشأن سقف الدين الحكومي إضافة إلى تقييم السوق لرسائل المتباينة حول الإمدادات النفطية من السعودية وروسيا قبيل الاجتماع التالي لتحالف أوبيك بلوس بشأن سياسة الإنتاج وارتفع خام برينت بنسبة 9 من 10 بالمئة إلى 76 دولار و95 سنت للبرميل كما زاد خام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 21 من 10 بالمئة إلى 72 دولار و67 سنتا للبرميل وارتفعت أسعار المزوت عالميا بنسبة 1.14 من 100 بالمئة لتصل إلى دولارين و36 سنتا للتر في المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبعي بنسبة 2.38 من المئة في المئة لتسجل دولارين و42 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أظهرت بيانات رسمية أن أرباح شركات القطاع الصناعي في الصين تراجعت في الأشهر الأرباح الأولى من عام 2023 مع استمرار معاناة الشركات من ضغوط هوامش الأرباح وكذلك من ضغط الطلب وسط تعثر التعافي الاقتصادية وأشارت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء إلى أن الأرباح انخفضت 20.16 من يناير إلى إبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي كما انخفضت 21.4 من 10 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى وفي إبريل وحده تراجعت أرباح شركات القطاع الصناعي 18.12 من 10 بالمئة على أساس سنوي وفقا للمكتب الوطني للإحصاء الذي يقدم بيانات شهرية فقط في بعض الأحيان وكانت الأرباح وقد انخفضت 19.2 من 10 بالمئة في مارسا ماضي أعلنت حكومة فيتنام أنها تسعى لخفض صدراتها من الأرز بنسبة 44% إلى 4 ملايين طن سنويا بحلول عام 2030 وذلك لضمان الأمن الغذائي المحلي وحماية البيئة والتكيف مع التغير المناخي وقالت الحكومة وإن إيرادتها من تصدير الأرز ستتراجع إلى 2.62 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 مقارنة مع 3.45 مليار دولار في عام 2022 وتعاد فيتنام ثالث أكبر بلد مصدر للأرز في العالم بعد الهند وطايلاند ختم جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لإلهام وهبة ومتابعة ما تبقى من النشرة إليكم من جديد أشكرك ليلى